ما بأسير بكرا إلا ما تلاقي الطرف خطاني وتكمش في العصابة بعد النجاح الذي حققهم مسلسل زوجتي أنا خارج الموسم رمضان قرر صنع العمل تجربة دخوله لمنافسة في دراما رمضان هذا العام آملين أن يحقق نفس نسبة المشاهدة التي حضي بها قبل الشهر الفضيل إيش الشخصيات الجديدة اللي حيتابعها المشاهد في رمضان وحتكون عامل جذب للعمل هلأ هيدا حتكون مفاجأة للجمهور والألمة لأنه نحن بصراحة بعد ما منعرف الكاتبة شو معقول تفوت شخصيات لأنه العمل نحن عم نثوره عم ينعرض بذات الوقت فعم نتفاجأ بالنص يعني كمنا بس نقريه كثرة الأحداث ممكن هي اللي بتخلي المشاهد يتابع مزبوط أكيد هلأ يعني لأنه هي سئة بيت أنه كريستين عم تكتب ونحن عم نثور يعني دغري أنه كم حلقة وعلى الهوى هلأ بدأ كمان تحضر لرمضان إن شاء الله شهر رمضان الكريم فأكيد بدي ضمن أحداث جديدة لا لا لو أينك تروحي معي خلاص خالته وضلك هون بلا ما تتعذب يعني أصلا يمكن طول هون يك العمل الاجتماعي التشويقي يعتمد على تشابك خيوطه الدرامية ودخول العديد من الشخصيات الجديدة عليه الأمر الذي ساهم في الإبقاء على عنصرين مفاجأة والتشويق غير عن هايدي زوجتي أنا صراحة حسب ما عم شوف من العالم أنه كتير محضور كتير كتير يعني وين ما كون وين ما روح وين ما أجي بعيطوه لداني ما بطلو عيطوه لجوه الدراما بامتياز وتراجدي بامتياز الدور وبسيطة بذات الوقت فيه صعوبة من حيث البساطة البساطة أوقت صعب بتعطي الدور ببساطة وبذات الوقت فيه مقسات كتير وبتشعب دورة وين ما كان مع هون وهون تتنكشف الحقيقة كلها هي قصة فيها كل مشاكل المجتمع بين مشاكل المراهكين بين مشاكل الكبار بين مشاكل بين أخوة بين مشاكل الأهل مشاكل إذا بدك الدعارة مشاكل المغادرات مشاكل كل المافيات فيه كتير إشي عم تقطع بالمسلسل هذا المخالي ما يصير بيخ مع الوقت لما عم بيطول المسلسل لأنه فيه كتير موضع إن شاء الله تقدروا تصلوا للعصابة دماء الشباب هي السمة الغالبة على النجوم مسلسل زوزتي أنا وهي مطاعمة بفنانين مخضرمين ما شكل فريقا دراميا متينا مدعوما بنص مشوق يعتمد على الأحداث المتسارعة ماشد الفاسي العربية